اهلا بكم بما ان اغلب اليوتيوب بقى يرمي كل حاجة دلوقتي فارمي اللحمة في الطاصة فكرة وسر محدش يعرفه كتير هتكوني ست بيت شطورة علشان الفيديو ده مليان شوية تكات كده مطبخية اقتصادية جدا هتوفر عليكي وقفتك في المطبخ وهتخليكي تعملي حاجات حلوة قوي وطعمها حدودة جاء الله تبعيني الاخر الفيديو تستفادي هنصلي على الحبيب اول فكرة معايا اول لما تلاقي نفسك جايبة شوية مكسرات او حتى لب اي حاجة سوداني فوزدق لوزين جمل اي حاجة جايباه فعلبه زي ما شفتي كده او حتى في كيس من الورق اللي هو زي اللي بيديوهن في المقلة فانتي اول حاجة لاتعبي المكسرات اللي انتي جايباها في برطمان ازاز ده احسن حاجة تحفظي عليه يبقى على طول في رش كده ومقرمش هيترى ابدا ولا هيرطب والاحسن كمان انك لو عند الكمية تشيليها في التلاجة وهي في البرطمان الازاز برضو قلبة اللي كان فيها اللوس دي احنا هنستخدمها دلوقتي استخدام حلوة قوي في اعادة تدوير ارمي اللحمة في الطاصة فكرة اقتصادية هتوفر عليك وقفتك في المطبخ وكمان هتزود الكمية معاكي وانتي بتعملي الاكل لو انا عايزة كمية اللحمة المفرومة اللي عندي تزيد بشكل طبيعي هعمل ايه؟ هنزل باللحمة المفرومة الاول تاخد صدمتها الصدمة اللي انتوا سمعتوها في الاول التش دي لازم تسمعي الصوت ده دي احسن حاجة انك تحافظي على اللحمة وعلى كمان لونها ما يغيرش معايا ابدا ابدا ولما تيجي تفككيها من بعضها لازم بمعلقة لها سيف بالطريقة دي ولو فعلا عايزة تزود كميتها هتنزلي بمقدار مساوي لكمية اللحمة اللي معاكي يعني ده مثلا كيلو لحمة هتنزلي قدامه بكيلو من البصل اللي هو المتقطع مش المفروم عشان ما يبقاش ميا وينزل ميا معاكي هنا انا كنت خلاص نزلت بالبصل واستوى كمان وحطيت بهاراتي اللي هي الفلفل الاسود والسبعة بهارات والسر بقى اللي كتير محدش يعرفه الصياسوس لازم تزودي صياسوس لللحمة المتعة الصجا دي حتخلي تعمها حلوة قوي قوي وتخلي لونها غامق وجميل وطبعا اخر حاجة لازم تضيفيها هي الملح بعد خلاص ما كل اللحمة تستوي والبصل يستوي وكل حاجة وكل التكات بتاعتنا حطناها في الوصفة اخر حاجة الملح علشان ما يعقش السوى بتاع اللحمة اللي معايا معايا كمية لحمة تانية مثلا عايزة اعملها واخزانها عندي في الفريزر بس تبقى عبارة عن شوية كده كفتة حلوين اكون مخزناهم عشان الاطفال مثلا بيحبوا الكفتة هجيب كيلو من اللحمة وصادوا كيلو من البصل بس المفروم في المرة دي بعد كده هجيب كيلو البصل ده هاخد التفل بتاعه بس والمية بتاعته كلها هعصرها الكباية اللي كانت موجودة دي دي كباية العصير بتاع البصل اللي انا فرمته الطريقة دي بقى لو كنت لسه اول مرة تعرفيها حاولي انك تجربيها ولو عجبتك طبعا بتعتمديها دايما وانت بتعملي الكفتة بتاعتك هتحبيها جدا جدا انت واطفالك وهتشجعيهم كمان على انهم يكلوا لما تضيفي ليها البقدونس المتقطع صغير كده هتضيفي طبعا قيمة غذائية عالية للكفتة يعني اطفالك هيستفادوا اكتر وحاولي انك تعملي كميات مرة واحدة وتخزينيها في الفريزر هيبقى اسهل عليك كتير انك كل مرة تطلعي اللحمة بتاعتك وتفكيها وتبدأي تعملي الكفتة بتاعتك المفروض ان نص كيلو من اللحمة يتحط عليها نص باكو من البيكنج بودر هنا انا معايا كيلو من اللحمة فهحط الباكو كله للبيكنج بودر ده بيساعدها انها تنفيش شوية كده في الفرن وبتدي شكل لطيف جدا وبتبقى هشة كمان لو كنت لسه مجردتيش خلطة الكفتة بتاعت ماجي دي هيبقى فايتك كتير قوي احنا مش هنحط اي بهارات تانية خالص في الكفتة بعد ما نحط الكيس بتاع خلطة الكفتة بتاعت ماجي دي النص كيلو من اللحمة عليه برضو باكو واحد بس من خلطة الكفتة دي هحط طبعا الاتنين باكو معايا علشان الكيلو اللي معايا مش هتحتاجي ابدا 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 انك تزودي اي اضافات تانية ولا حتى شوية ملح هتبقى مظبوطة زبطة وهتريحك قوي 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 انك كل شوية تشتري بهارات لللحمة مخصوص خلص ده كيس عندك حتى انت اول الشهر كده هاتب ايه على قد الكمية اللي انت بتستخدميها ويبقى عندك لو قلبنا الخليط ده بمعلقة او بسبتيولة مش هيتقلب كويس ومش كل حاجة هتداخل جوة اللحمة ما عايزة عجنها كده عجنة محترمة بايدي اسهل كتير وكمان هتخلي الطعم في الاخر حلوة قوي علشان كل طبعا البهارات هتتداخل جوة اللحمة نضف لها معلقتين معلقتين من النشا لكل مص كيلو من اللحمة معلقة من النشا تمام وهبدأ بعد كده ان انا اكمل عجل للكفت نبدأ بعد كده نكمل بعد كده خلاص هنا انا عجنتها خلاص عجنة حلوة قوي 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 حوالي خمس دقايق بعد كده هنبدأ دلوقتي ان احنا نسيبها شوية كده مع التوابل بتاعتها حوالي ربع ساعة هسيبها كده مش هشكلها دلوقتي خلص هنرجع دلوقتي مع باطل نشوف هنعمل ايه هبدأ دلوقتي ان انا اصبعها وطبعا هستخدم موية البصل اللي طلع من البصل اللي انا عصرته ده ده جيه وقته بقى دلوقتي مش هسيبه بقى كده الواحده لأ هضيف لي معلقة محترمة كده من الصلصة معلقة كبيرة وحزود كمان عليه شوية من الملح والفلفل بس مش اكتر من كده هحدقه شوية كده طبعا لعشان ياخد هو كمان طعمه ما هو البولة الصغيرة دي ما جلهاش ابدا اي توابل من التوابل بتاعت الكفتة عشان يبقى طعم حلو كده وكمان يشجعك ان نكتكلي شوية التوابل الصغيرين دول اللي هو ملح وفلفل بس مش اكتر من كده هتبدأ الدوبيهم كلهم كده مع بعض وتفكي السلصة على طول حنبدأ نصبع دلوقتي طريقة حلوة قوي قوي استخدميها على طول لو عندك عصيزة شيشة وكتخينة شوية لو عندك ايد بتاعت معلقة بس تكون خشب مبروم مش مفروضة هتبقى حلوة قوي ما عندك اش حاجة خالص يبقى اسهل حاجة انك هتستخدمي اللي انا استخدمته ده اللي هو المعلقة طبعا كل بيوتنا فيها معالي لازم قبل ما تمسكي الكفتاية وتصبعيها قبل ما تخدي الكمية اللي انت عايزها سواء بقى هتكون كفتاية كبيرة كده محترمة او كفتاية وسط او صغيرة حسب اللي انت عايزها لازم الاول تتهني ايدك كده من الخليط اللي احنا عملناه من مية البصل والسلصة ده من كل الجهات كده ما تخليش ايدك ينشفه لا كل مرة كل ما تمسكيها هتعملي كده هتعمل معاك صوت الصوت ده اللي انت هتسمعي دلوقع صوت ده برضو مش هاين ده برضو سري انك عملتي خلطة الكفتا دي مزبوطة وطلعت معاك ممتازة في الاخر لازم بقى الفتحتين اللي احنا عملناهم بالمعلقة الفتحة اللي فوق والفتحة اللي تحت دي هتساعد اكتر على ان الكفتا تتسوى بزيادة شوية في الفرن يعني مش هتطول كمان معاك في الفرن هي هتستوي على طول عشان الكفتاة لما تكون مكتومة كده وحتة واحدة بتاخد معاك وقت اطول شوية في الفرن وما تيجي تكليها كده بتحسي انها يعني حاجة كده مكتومة في بعضها دي مع النشا اللي احنا حطيناه مع البيكنج بودر تبقى هشة ومتمسكة في نفس الوقت مشترية كده وتروح معاك وتيجي وانتي بتكليها او وتبقى حلوة كده في ايه الطفل وهو بيأكلها حتى لو من غير عيش من غير حاجة يبقى مسكها كده ما تقعش ولا تفرفت منه في الاخر بقى بعد ما تخلصي الطاجن اللي انتي او الصينية اللي انتي حطتي فيها الكفتا هنتنشربها من فوق الوش كده بشوية من الكمية بتاعت مية البصل اللي معاية وطبعا هتكون يمسخانة الفرن على درجة حرارة 200 تحطيها في الرف الاوسط حوالي اكتر حاجة نص ساعة هتلاقيها مستوية من فوق ومن تحت حابة انك تشغلي المروحة عليها شغلي مش حابة خلاص هي كده كده هتستوي بسرعة عشان طبعا الفتحات اللي احنا قلنا عليها دي بالنسبة للدهون المضافة انا حكتفي بالدهون اللي موجودة في اللحمة اصلا هي اللي تنزل دهونها وهي اللي تساوي بها وتديها الطعم لكن انتي لو عايزة تتهيني مثلا القوع بتاع الصينية اتهيني زيت او سمنة اي حاجة او فوق الوش عايزة تحطي براحتك علبة اللوز اللي كانت في اول الفيديو هنرجع هنا بقى ان احنا نستخدمها هيا وشوية علب كمان زيها كنت شايلهم لما تلاقي عندك العلب دي ما ترميهاش اغسليها وخليها عندك حتستخدميها في تخزين حاجات كتير في الفريزر استخدمتها في اني صبعت بقية اللحمة اللي كانت معايا في البولا الكبيرة بنفس الطريقة اللي انا عملتها مع الطاجن بتاع الكفتة واستخدمت برضو مية البصل والسلسة ورستها في العلب دي وبعدين حطيت ما بين كل صفه والتاني طبعا كيس من البلاستيك علشان ما يلزقوش في بعض والشكل بتاع الكفتية كده ما يروحش يبقى زي ما هو بحطوهم في الفريزر بيكفوني بالشهر بيبوا موجودين عندي ودي احسن حاجة تعمليها علشان بتريحي نفسك بقية الشهر وتستفادي بالكمية اللي بتجيلك مرة واحدة وهتوفر عليكي وقفتك في المطبخ بالساعات كل مرة انك تعملي نفسي الاكلة كمان هتخليكي تعملي حاجات تانية تستفادي بيها سواء بقى في بيتك او مع اطفالك او لنفسك يعني هتوفر كمان الوقت بتاعك تخرجي تتفسحي تقضي وقت كويس مع شريكك مش وقتك يبقى في المطبخ وخلاص زي ما قلتلكم بعد نص ساعة ده الشكل النهائي ليها الحروقة بقى بتاعت الحوالين الكفتة دي دي كان طعمها رائع طبعا دي حصلت لان انا مدهنتش اي حاجة واستكفدت بالدهون بتاعت اللحمة بس طلعت طعمها رائع الريحة جابت لاخر الشارع اللي يدخل العمارة لازم يشم راحتها وتقال لي كمان انت عاملة كفتة النهاردة دي راحتها قلب العمارة اعملي انت كمان الطريقة دي هتعجبك جدا جدا هتبقى حلوة قوي مع مكارونا مع عيش مع رز اللي هو حبايا وحبايا رز بشعرية رز سادة شغالة مع كله كمان طبق صلطة يبقى حلو جنبها تعالوا بقى نعمل الحلو بتاع الليلة لو اطفالك بقى بيتعبوكي في شرب اللبن الحليب الطريقة دي هتبقى حلوة قوي ليهم هتشجعهم انه هما يكلوا اتغذوا وخادوا حاجة كويسة جسمهم هيستفاد كباية لبن واحدة بس وفي نفس الكباية هي هي هتحطي عليها مية يعني احنا مش هنستخدم حاجات كتير ونبزر ولا حاجة كل كباية من اللي احنا حطناها دي هنحط عليها معلقة من النشا النشا مفيد جدا جدا ومغازي سواء للكبار او الصغيرين اتغذوا الوزن اللي بيكتر منه بس التحلية طبعا زي ما انت عايزها اللي هو السكر حطيه زي ما انت عايزها وانت حابة تحطي عسل حطي عسل هقلب الكمية دي كلها بس طبعا لازم اللبن في الاول يكون بارد هو والمية علشان النشا ميكل كعش هنقلب على مهلنا كده لغاية زي ما انتوا شايفين الكسرولة بدأ ان الخليط انه هو يلزق كده في الجناب بسم يبقاش طبعا جامد كده وكتلة واحدة لا يبقى سايب شوية هو كده خلص هنسيب اللون ابيض كده طبعا ما يشجعش ابدا ان حد ياكله لا احنا هنالعب دلوقتي بالالوان وحاجات كلها صحية هنضفها للون الابيض بتاع الحالة ده شوفوا معي بقى هستخدم ايه هاخد طبعا شوية من الخليط ده بقوا ثلاث كميات كده معي الثلاث كميات دول هيبقوا ثلاث ألوان اساسي اللون الابيض اللون التاني هيكون اللون الاحمر اللون الاحمر عملته من شوية من الفراولة كنت مجمداهم في الفريزة ايه حطتهم في الخلاط خلطتهم من غير اي نقطة مية هم كده لوحدهم هقلبوا هيبقى بالشكل ده اللون التاني اللي معايا هستخدم فيه الكاكاو الكاكاو الخام اللي هو غير محلة وانا هنا بستخدم الكاكاو الأسباني هاخد منه معلقة كبيرة هضيف عليه علشان يبقى النكهة حلوة شوية صغيرين كده من النسكافيه اي نوع نسكافيه عندك حطيه عشان النكهة بس او شوية من القهوة ما عندكيش خلاص يبقى كده معايا ثلاث ألوان الأحمر والبني والأبيض هستخدم بقى الكبيات اي حاجة عندك بقى بلات كبيات كاسات كله ماشي انا هستخدم هنا الكبيات وابدأ ان انا انزل بطبقات الحالة معايا بالشكل ده اول طبقة كانت اللون الأحمر الطبقة التانية نزلت على طول باللون البني اللي هو يعتبر شوكولاتة ده خلاص كده شوكولاتة يعني شوكولاتة وفراولة وكمان الحلق الأبيض اللون الأبيض يعني زي مهلبية وبيضة كده ده الشكل النهائي لها بالشكل ده حطوه في التلاجة يسقعوا بقى شوية حلوين سبتهم في التلاجة حوالي ساعتين كده وهنا بعد ما تلعوا من التلاجة عايزة تكليهم بالشكل ده او تدي اطفالك الشكل ده كده وهم طبقات بالشكل ده فوق بعض في الكباية تمام ومش عايزة توسخي لكن بقى عايزة تعملي حركة حلوة كده علشان تشجعيهم اكتر هتقلبي الخليط اللي معايا بالشكل ده كده في طبق ويطلع السوس بتاعه كده بره انا طلعت السوس بتاعه كده بره ازاي هقولكم كنت عاملة سوس الفراولة مش عايزة يكون متماسك زي المهلبية نفسها للونها ابيض والبني عايزة سوس نازل من حواليه ولو انت بقى مش عايزة سوس ممكن من الاول بعد ما تضرابي في الخلاط الفراولة هتحطيها على النار ومعاها شوية كده صغيرين من النشا فهو ده هيخليها تتمسك شوية وبعدين طبعا كل الطبقات متماسكة لان كلها كده فيها نشا ومش ليكود ولو عملتي كده هتتهني الكاس او الكوباية شوية من العسل الابيض الاول علشان يزحلقوا الطبقات دي تنزل بسهولة انا مدهنتش علشان ليكود الفراولة ساعدني ان الطبقات تنزل معايا كويس من غير محطة اي حاجة في الكاس عندك اي حاجة من مكسرات رمضان فاضت عندك في التلاجة هتحطي طبعا فوق الوش علشان يبقى القيمة الغذائية عالية وكمان الشكل حلو انا هنا حطيت شوية كده من عين الجمل بالهانة والشفة ليكم ان شاء الله وهتعجبكم متنسوش لايك للفيديو سبسكرايب للقناة اشوفكم على خير الفيديو الجاي باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة